السلام عليكم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بخصوص السؤال بتاع اخونا اللي بيقول أسباب تأشير الورنيش الورنيش عنده أشر ليه الورنيش أشر من على العربية هو بيتكلم بيقوله الورنيش بس يعني الدهان بتاع العربية موجود أسباب التأشير كتيرة الورنيش ممكن يأشر والدهان يفضل على العربية وأحياناً الورنيش بيأشر بالدهان من على الفلر يعني تلاقي الورنيش بيطلع هو واللون والفيلر موجود زي ما هو وأحيانا تلاقي الديهان مؤشر معاه نسبة من اللون ونسبة من اللون موجودة لسه على العربية فالأسباب كتيرا ان شاء الله الفيديو ده نختصره على تأشير الورنيش فقط أسباب تأشير الورنيش المشاكل اللي بتحصل من تأشير الورنيش وان شاء الله هنعمل حلقة خاصة بأنواع التأشير اللي بتحصل بقى بأشكالها زي ما قلنا وان شاء الله اللي عنده أي أضافة يسيبها في التعليقات علشان خاطر ناخدها نحطها في الفيديو اللي هيكون موجود ان شاء الله في التعليق المسبت بتاع الفيديو ده بخصوص أنواع التأشيرات بقى اللي بتحصل على جسم العربية بخصوص التأشير بتاع الورنيش مهم جدا يعني من الأفضل دايما تستخدم نوع الديهان الديهان اللي انت بتجيبه يكون نفس الشركة بتاعت الورنيش لأن احيانا في ناس بتجيب مركة بوية معينة بيكون عليها بندر مختلف غير الشركة المصنعة يعني تلاقي طبقة البيس كوت بتلمع يقوم يطبق الورنيش ده يتسبب في تأشير الورنيش لأن مش المفروض طبقة البيس كوت اللي هي الطبقة المطي دي اللي بترشف قومينها الورنيش الناد تكون بتلمع فأحيانا بيتم استخدام حاجات مختلفة بتساعد على التأشير فمهم جدا أنك تشتغل بنفس السيستم اللي انت شغال به اي نعم في دعم فن كتير بيقول انك ممكن تشتغل بنوع ورنيش شركة مثلا كابسي جلازوريت ميدو ديبون على نوع بوية مختلف ايا كان ولكن دايما الافضل انك تفضل ماشي سيستم واحد ما تخلف ده الافضل يعني ولكن ان الدهاني يكون نفسه بيلمع كده بيبقى بردك ده سبب او دي مشكلة ممكن تساعد على تأشير الورنيش من على جسم العربية تاني حاجة معنا جودة الورنيش نفسه جودة المنتج نفسه عليه عامل في تأشير الورنيش تخفيف الورنيش مهم جدا نخف زي ما السيستم او النجرة الفنية بتقول نخف بمصطرة نخف بالميزان زي ما بيتقال بردك خطأ تاني بيساعد على تأشير الورنيش استخدام مصلب وتنر غير المركة بتاعت الورنيش يعني اكون شغال مثلا بورنيش سيكنز اروح اجيب له مصلب كابسي او شغال بورنيش كابسي اروح اجيب له مصلب سيكنز او مصلب سيكنز على ورنيش ديكسون على جلازوريت على مش عارف ايه مش صح يا رجالة انت شغال بمصلب كابسي ورنيش كابسي مصلب كابسي ورنيش جلازوريت مصلب جلازوريت ديكسون ديكسون دايما تخليك في المادة الكيميائية تكون واحدة ما تعرفش تجيبش مصلب من هنا وحاجات من هنا وفي احيانا الناس بتكون عندها علب ورنيش او علب مصلبات او علب طنرات متعرية وتبدأ ان هي تستخدم بيها مش معنى ان الطنر لسه موجود او المصلب لسه موجود او الورنيش لسه موجود وانت مع الريق ان هو كده تمام لا الحاجات دي بيكون دخلها مضيبات بتطير وانت ما تعرفش بتفقد خواصها ده بيساعد على تقشير الورنيش برضو فدايما العلب تكون مقفولة علشان خاطر تحتفظ بالخواص بتاعتها ده برضك بيساعد على تقشير الورنيش استخدام مصلبات غير المنتج بتاع الورنيش نفسه استخدام برضك معانا استخدام تجراء غير جيد التجراء ده ممكن يكون عليه عامل في تقشير الورنيش لان التجراء زي ما احنا عارفين بيكون دخله حاجة صمغية كده علشان خاطر تلم اي وبر او اي حاجة ومش من المفروض ان يتم استخدام تجراء الا في الضرورة او يعني ولكن هتستخدم تجراء يكون نوع جيد واكتر سبب معانا بيساعد على تقشير الورنيش هو طول فترة طول فترة غياب رش الورنيش على البيسكوت يعني مثلا ممكن حد يرش اللون النهاردة البيسكوت ويجي تاني يوم بكرة يرش الورنيش ده كده رسمي اي دعم فني او معظم الدعم الفني اللي اتعملني معاه اللي اتعملني معاه يسبب تقشير الورنيش على طول المفروض اللي انت ترش اللون الورنيش يترش بعد منها خمس او عشر ده ربع ساعة نصف ساعة ساعة بالكتير قوي في دعم يفني يقولك ساعتين اوه لكن مش المفروض ان ايه اصلا توصل لساعة ليه انت بترش بنظام ويت اون ويت يعني طري على طري طول ما انت بترش ايه كل مجرد ما التنر بس يطير كده والمادة تطفي الدهان طفا ابدأ ارش الورنيش ما جيش ارش تاني يوم يكون خلاص فقط بقى المزيبات اللي فيه والخواص اللي فيه الورنيش مش هيمسك فمهم جدا ما تطولش فترة رش الورنيش على اللون هو ترش اللون خمس عشر ده ارش الورنيش اللي عنده اي اضافة بخصوص الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتكلم فيه عن ازباب بقى تأشير الدهان عمتا من على جسم العربية الدهان بيقشر الورنيش بيقشر الورنيش بيقشر باللون الورنيش بيقشر من على الفيلر هو باللون ويسيبه الفيلر ودون بيكون بسبب لمعة الفيلر وهكذا وتلاقي احيانا الورنيش بيقشر وفيه واخد جزء من اللون وفيه جزء من اللون لسه على الفيلر ويعني حاجات كتير جدا ان شاء الله ديان خليها في فيديو الواحدة عشان خطر بس ما نطولش الفيديو ده هتلاقوه في التعليل المثبت فاللي عنده اي اضافة يسيبها في التعليق ده علشان خطر ندرجها معنا ونذكرها في الفيديو اللي جاي عشان خطر اخواتك واخوانا يستفادوا معنا يا ربي كون الفيديو سهل ومفيد ما تنسناش في الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته